اشتركوا في القناة وتعتبر هذه الحالة من الحالات الشائعة ولا يمكن علاجها إلا إذا تم ذلك خلال مرحلة الطفولة المبكرة فعلا لذا ينبغي مشاهدين على الوالدين تحديدا ملاحظة هذه المشكلة البصرية لتسنى لطفلهما أن يرى بصورة طبيعية في مراحل عمره الباقي مزيد عن هذه المشكلة مشاهدين وكيفية الكشف عنها معنا دكتور أسامة عبد الحكيم استشاري الطب وجراحة العيون ونتقل لجين حروح الطبي بالعيون حكيم العيون يسعد صباحك أهلا كيفك الله يسلمك دكتور دكتور احنا ذكرنا في البداية أن المخ يتجاهل على ما يبدو الصورة من أحد العنتين هل معناته أنه موجود أو فيه خلل بالمخ؟ بزبط مفعلا فيه خلل في المخ واللي من أكده بس احنا فيه مقدمة مهمة أول نحب نشرحها عشان الناس تبقى مستوعبة الفكرة العين في الطفل اللي هو عمره ستة شهور يشوف زي الشخص العمر بثمانين سنة مفيش حاجة في الجسم كلها زي كده يعني الإيد لسه حتان مقدمة تمنتاشر سنة الرجل المخ نفسه كل حاجة لكن ما عندناش طفل بيشوف قلائل عشان هو ضعيف طيب ومن أي مرحلة الطفل بيبدأ بصد؟ يكون اكتمل كل حاجة في النظر عنه البعد السلاسي وكل حاجة والألوان وأول شهر الطفل أول شهر بيبقى لسه بيشوف الحاجات خيالات الألوان بتبقى في نسباله لسه أبيض وسود ولسه مش قادر يحدد الأبعاد يبتدي عند ثلاث شهور يبتدي يكتشف قوة حدة الإبصار عند أربع شهور يبتدي يكتشف أن دي بعيدة ودي قريبة عند ست شهور يبتدي يخاف من الحاجة اللي تيجع عليه يبتدي يخاف أنه يقع فعند ست شهور الطفل بيبقى زي زي اللي عنده 80 سنة فإحنا بالتالي مش زي الإيد ما عندناش لما بيكون في مشكلة في العين ما بيبقاش عندنا المساحة الزمنية أو الرفاهية في الوقت زي بقية الجسم إنه لو في مشكلة نقدر نصلحها كمان سنة أو سنتين أو تلاتة عشان كدائما لما بيجي الأب والأم والطفل عمره سنتين أو تلات سنين وفي مشكلة في العين ويقول له إحنا محتاجين نعمل عملية حاول يقول له ده لسه صغير كمقدرة كمقدرة طبعا لأنه من ستة شهور أكتمل فمش لسه نعمل زي الإيد الناس بتقارن بين العين والإيد ما نستنى على الإيديه شوية نستنى على الإيديه تقدر تستنى عندك رفاهية من الوقت لكن العين لا ستة شهور أكتملت وبالتالي أي حاجة بتأثر على منظومة النمو العين أو بتأثر عليها هتأثر علي بقية عمره كله لأن العين بتنمو بسرعة جدا 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 وأي حاجة توقفها هتعجزها بقية العمر كله يعني كانك الدكتور بتقول أنه بعد ستة شهور لازم كل الأهالي بيأخذوا أطفالهم ويكشفوا بيشفوا طبعا وعشان كده احنا من إدراكنا في الموضوع ده في مستشفى المغربي بالزياد عندنا في كل مستشفى في كل قسم فيه عندنا دكتور عيون أطفال لأن انت لما بتلحق المشكلة في الطفل بتتجنب مشاكل كتير جدا جدا في الكبار ويمكن أنا سعيدة راح نتفتحت من موضوع الكسل ده أول لأن أنا لسه جي من أمريكا مش عايز أقول الحركة أن احنا في كل مؤتمر في أمريكا في عيون الأطفال أول جزء من المحاضرات وأول هم لهم اللي هو علاج الكسل لأن احنا بنستشعر أنها مشكلة علاجها سهد لو اكتشفت بدري وتم التغلب عليها وعدم علاجها بيانتق عن أن الطفل تقريبا معاق زي ما عناك قلت أن فيه مشكلة في المخ فلي بيحصل إيه في الطفل لما العين بيبقى فيها حاول أو فيها جفن نيزل أو فيها ميابيضة ويبتدي المخ يأخذ الصورة من العين الكويسة ويركن العين اللي الصورة منها بيضة يعني لو لهم يحولها فهو العين دي عيدلة هتشوف حضرتك والتانية فهيشتغل عليها بس ويخليتها زي الإيد الليمين والإيد اليسار الإيد سليمة إذا حكش قلت من شوية أن العين بتبقى سليمة فأنا الإيد سليمة وإحنا الإيد الشمال بالنسبة للإيد الليمين تعتبر كسولة إن إحنا من يومات ولدنا من استخدم اليمين ومكسلين في الشمال مضوع أعصاب دكتور لا لا خالص هو استخدام بس إحنا في الإيد والإيد إحنا تعودنا على كده وفي واحد يمين في واحد يستخدم اليمين الشمال اللي هو الأعصر معظمنا قدنا يمين لكن في العين المفروض للإثنين يقوموا بنفسه قوة لأن معاهم حاجات تانية اللي هو البعض السلاسي والحاجات تانية وبالتالي لو العين اتحاول داود عملوا بحث من حوالي 30 سنة واحد جاب أرود ويغطي لهم العين ويعمل لهم حاولوا تجارب وبعدين تأتي حال الخلايا في المخ عشان يشوف اللي بيحصل وكانوا زمان بيصلحوا الحاول عن 6 سنين والماء البيضة عن 6 سنين زي ما هيك قلتي في الأول لأنه ممكن تركنه زي ما الأب يجيوا لي فهو كان عايز يشوف ليه بعد 6 سنين لما بيصلحوا الماء البيضة يشوفوا الماء البيضة يصلحوا الحاول الطفل نظر ويرجعش يعني ما بيشوفوش ما بيقولوش 6 سنين منفات الأوان يعني ما هو متخاني للإيد لو صراحا عن 6 سنين هتيرجع طبيعية فهو عمل جاب أرود وعمرهم 3 شهور عن 6 شهور بس 3 شهور وعمرهم شهر غمض لهم العين عمل لهم حضلات العين عمليهم حاول وحلل الخلايا في المخ فلان الخلايا في المخ المسؤولة عن العين اللي هي كانت محولة أو فيها ضعف نظر بقت ضعيفة صغيرة فبتستجيب من عمر مبكر أكثر بالضعف تستجيب من عمر مبكر أكثر فبقى فيه فعلا فيه ضرر في المخ فيه ضرر في المخ نتيجة العين محولها الخلايا بقت صغيرة وبالتالي بقى صححة صعب لو الطفل كبه لكن لما الطفل بيكون صغير بيبقى الموضوع ده سهل جدا جدا بيتغلب عليه سهل وبترجع للطفل قوة إبصاره وترجع له كل أمور كوي دكتور جابل ستة شهور ممكن الأهالي ينتبهوا مثلا أو يلاحظوا أنه فيه تغيير فيه شيء مو طبيعي بالنظر طبع طبع تخي على الطفل اللي هو مش شايف بيجي الأطفال كتير كده طبعا فيه اختبار معين مثلا يعني احنا بنعرف ده من الأهل على طول بيعملوا هذه الحركة بيشوفوا الكفر سليم ده بيبتدي المتابعة بتبتدي من ثلاث شهور يعني المتابعة بتبتدي من ثلاث شهور لو ما فيش حاجة ملحوظة يعني لو جيفني مش نازل أو مش شايفين نقطة بيضة فأنا من أول ثلاث شهور المفروض الطفل تدي يتابع وش ممطق وهي بيتردعوا وكده بيبتدي يمشي مع وشها من أول ثلاثة أو أربعة شهور لو حاسة أنهما بيتبعش أكيد في مشكلة لازم يبتدي تابع الوش لأن احنا من أول ثلاثة أو أربعة شهور ربا قوة الإصار بيعتمع قولة جدا عند الطفل في الحالة دي وبإمكانكم تعملوا العملية وعملوا ستة شهور عادي بالضبط العالم كل التفق ده 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 بيحاولوا يرجعوا لأربعة شهور يعني الأبحاث كلها قالت آه كمان أقل آه 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 يعني لسه في كل حاجة التي بيحاولوا أن احنا من أربعة في المغربي كل ينا بنشتغل العملية بتاعتنا من أول ستة شهور وانت طالع أول ما ملقى الطفل عنده مشكلة حاول أو أي إن كان المية البيضة بنعالجها من أول أسبوعين وثلاثة أسابيع وأنا في أمريكا حذرك لما كان الطفل عنده مية بيضة يعني كان جال الطفل وإحنا في التدريب وكان عمره شهر فكان عنده مية بيضة شهر أنت بتخيلها عليك فكان عنده عمره مية بيضة فالدكتور اللي معالجه فقال لها يعني هنحاولها على الطوارئ إنها طروح تقال عملية تقال بها البيضة فالأم رفضت قالت لها مش عامل عملية المصغير المصغير شهر بقى مش متخيل ده لازل شهر عندي له بنجو والكلام اللي احنا نسمعه فمضع على إقرار على إقرار إنها على مسؤوليتها هي بتتحمل نتيجة اللي هيحصل لابنها لأنه يعلم تماما إن هذا الطفل هيبقى طفل معاقف المجتمع وحيأثر على المجتمع وهو نفسه هيتأثر فبقت الأم هي المسؤولة وبقت الخوف اللي في غير مكانها قد يسبب ضرها لطفلها من غير ما تدري فكل ما بنلحل الموضوع ده بادري كلهم نكشف على فنها بادري كلهم نكتشف الموضوع ده بادري بمهم جدا عشان كده إن كان هو طب العيون الأطفال إن كان الطب الوحيد اللي فيه دكتور عيون الأطفال في كل مكان يعني أنت ممكن تلاقي بتعكيلة مثلا لو دورت في المرات ما عابش إذا كان فيه واحد أو إذا كان فيه أصلا إن كانت تلاقي خاصة إليك في عيون الأطفال هتلاقي ده كترة كتير جدا هتلاقي منظمات كتير جدا مع عيون الأطفال لأن فعلا زي ما تفعل العين بتنمو بسرعة شديدة جدا نقصيك العافية دكتور أسامة شكرا لك شكرا لوجودك معنا اليوم وهذه نصيحة لكل أهالي بس يصير عمر الطفل أربعة شهر حتى مش ستشهر دائما لاجعوا الطبيب المختص لعيون الأطفال